مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة اليوم بيش نحكيه على تصريحات تخطيرة من نوردين التابوبي اللي قال أن تونس اليوم تشير إلى أن الحالة مزرية جدا ونحو الهوية لكن اليوم السبت غورة ميل أمين العام الاتحاد العام التونسي لشغل نوردين التابوبي بأن المجهد السيسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أصبحت عليه تونس اليوم والذي بات ينبأ بأسوأ المخاطر أصبح يملي عليهم البوح بالحقيقة وفق تصريحي وأضافت تابوبي خلال كلمة ألقاها بالمناسب بتعيد الشغل بأن هذا الوضع بات يحملهم مسؤولية تسمية الأشياء بأسمائها وأشارت تابوبي إلى أن كل المؤشرات اليوم تشير إلى أن التونس تعيش حالة إنجيثيب قوي نحو الهوية وأضافت تابوبي بأن الأوضاع تأزمت أكثر منذ بدأ التحوير الوزيري مرور بمشكلة إرساء المحكمة الدستورية ووصول إلى التعيينات الأخيرة في مناصب حساسها في الدولة الشيء الذي عمق القطيع بين كل مكونات سلطتين التشريعية والتنفيذية والتي أصبحت تنبئ بتفكيف أجهزة الدولة بحسب تعبيري وشدد تابوبي على أن الاقتصاد التونسي الوطني شارفة على الانهيار وبات مهددا بالإفلاسي أمام تلف القطاعات وغلق عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإحالة ألف العمال على البطالة وبالإضافة لتراجع ترقيم تونس السيد لحول الأقوة والتلب الله ما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الزرز ونقلكم باي باي